لجنة الشؤون الداخلية والوطنية بوس سيدي هم خمس مقترحات متعلقين بالإسلام السياسي واحد الإسلام السياسي والمتشدد ظاهرة واحدة وأنا أعتقد أنه محققين في هذا الاقتراح ومنقشته كويس اتنين يجب الفصل في محاربة الإسلاميين المتشددين بين السنة والشيعة كويس تلاتة يجب منع أي تأثير ديني سياسي يأتي من الشرق الأوسط وأنا هنا بأظن أنه حتى مع صعود اليمين في أوروبا فإنه في لسه فرصة كبيرة كبيرة لطرح الفارق ما بين الإسلام والإسلام المتشدد الإسلام الصحيح والإسلام السياسي عندنا فرصة زهبية زهبية يعني عارف أنت كده من رحم الأزمة طولة الفرص هي دي هم الإخوان كده عندهم أزمة صعود اليمين في أوروبا بشكل عام يشكل أزمة لدول كتير جدا ومن أبرزها بالتأكيد دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية لكن نقدر جدا أن احنا ناخد الفرصة علشان خاطر يبقى فيه عندنا بقى هنا المفكرين والعلماء المختلفين في العلوم الدينية ونقدر نطرح ده على الأوروبيين جوا الجماعات بتاعتهم مش نقعد نتكلم هنا الطرح مش إن إحنا نتكلم هنا الطرح إن إحنا نطلب نادوات في الجماعات مثلا في ألمانيا نطلب مناقشات في البوندستاج ده الطرح طيب رابعا يجب وضع استراتيجية شملة للتعامل مع الإسلام السياسي جيد خامسا وده المقترح الأخير يجب الوقوف أخذ بالك بقى من التعبير بصلابة أمام مخطط نشر أفكار الإسلام السياسي في الأوساط الإسلامية ألمانيا طهقت ألمانيا طهقت من الإسلام السياسي وألمانيا لأنه فيها عدد كبير جدا من مهاجرين جايين من دول إسلامية إذا صح التعبير ولاجئين جايين من دول أخرى برضو إسلامية إذا صح التعبير فالتأثيرات السلبية اللي حصلت جوى المجتمع الألماني ككل بسبب وجود مسلمين متشددين ويمارسون الإسلام السياسي أدى إلى أنه المجتمع الألماني طهق ودوائر اتخاذ القرار بدأت تطهق مع صعود يمين حدث بقى ولا حرج وهيبقى لنا في ده يمكن تحليل أكتر اتساعا فقرة كبيرة كده مليانة ودسمة ونقعد نتكلم فيها